تجزئة للحلول وخروج عن خط المرجعيات الدولية لحل الأزمة هكذا تمضي تحركات المبعوث الأممي مارتين جريفث بحسب وصف المراقبين المحليين والدوليين المبعوث الأممي الذي أصبح محل انتقادات رسمية وشعبية بعد السعي لتنفيذ اتفاق سويد بما يبقي على الوجود الحوثي في محافظة الحديدة تحدث عن إحراز نجاح كبير فيما يخص ملف الأزمة لكن مسؤولين في الحكومة وصفوا ما حدث في الحديدة من انتشار أحادي لميليشيا الحوثي ومحاولة أممية لإنقاذ جماعة مسلحة وتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي البرلمان اليمني أيضا دع الحكومة إلى مقاطعة المبعوث الأممي مارتين جريفث بدعوى مخالفته للقرارات الأممية الخاصة باليمن واعتبر في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك أن ما سمي بالانسحاب من موانئ الحديدة برعاية الأمم المتحدة يعد تحركا صوريا وتحديا صارخا للقرارات الأممية ذات الصلة البرلمان أوضح أن السياسة المتبعة من قبل المبعوث الأممي لا تؤدي إلى تحقيق السلام بل أن نتائجها ستؤدي لإطالة أمد الحرب تصاعد إذن لحدة الرفض لتصرفات المبعوث الأممي مارتين جريفث ولجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة وهي تحركات أممية لن يكون لها أي قيمة حقيقية على الأرض حد وصف المراقبين ولن تشمل حلا جدريا للأزمة اليمنية اشتركوا في القناة